في وسط هذه الأحداث بقى بتيجي موضوع البيجر في حزب الله وإنه إزاي إسرائيل بتفجر من 3000 إلى 4000 بيجر باعتراف أمين عامل حزب نفسه وقال إنها مسباحة البيجر سماها كده يعني وهذه العملية عملية سبرانية مخابراتية 100% واللي بيداعي أن البيجر كانوا مسكين مدنيين مش معقولة حزب الله يعني هيجيب البيجر ويوزعه على مدنيين عشان يقول لهم كلمونا في وقت لا هم مش مواطنين مدنيين هم استهداف لفصائل بتقود الحزب في ناس بلغت أوي وقالت إنه هو 20 ألف بيجر لكن هو باعتراف الحزب نفسه حوالي 4000 بيجر كانوا موزعين وكان فيه خارج الخدمة مثلا الـ 500 يعني كان لما أعلنوا عن 3000 أو 3200 إصابة هما يعني إلى حد ما بيعترفوا بشيء من الحقيقة وإن الإصابات في بعض حالة كان خطير جدا وفي بعض الحالات كان البيجر بعيد شوية فكان الإصابات كانت خفيفة لكن كان فيه إصابات كثيرة وفيه إصابات أحداثة وفاة وتاني يوم بعدها على طول كان أجهزة اللاسلكي الواكي تاكي كيفية الوصول إلى هذه الأجهزة التي تستوردها إيران أو يستوردها حزب الله للتوزيع والتعامل معها اختراق توريدي والاختراق تصنيعي فكل كتب يحلل من أول الإعلام الأمريكي إلى التحليلات في الإعلام العربي ولكن في الآخر هي عملية مخابرتية سرية لا يعرفها أو لا يعلمها إلا اللي عملوها لأن دي أسرار دولة وأسرار مخابرات لكن التخمين إيه؟ يعني يمكن فيه رأي لبعض المخابرات وأجهزة المخابرات على مستوى العالم ومنها مصر أنه تم اختراق التوريد يعني إيه؟ يعني الشحنة وهي في طريقها إلى أن تسلم لحزب الله بأي طريقة سواء لإيران أو لحزب الله أو لأي دولة تانية تم اختراق الجزئية دي بتاعت التوريد وتم زرع هذه العبوات الحاجات اللي هي الناسفة دي بالمادة اللي هي تبقى جرامات ويتم تسخينها عن طريق الدواري الكهربائية اللي موجودة ودي في اللوحة الإلكترونية بتاعت البيجر ويعني أنا أعتقد أن ده خيال علمي فعلاً زي ما قالوا في الإعلام سواء العربي أو الإعلام الأوروبي شيء من الخيال هل المخابرات الإسرائيلية المساعدة قادرة على تنفيذ ده الوحدة؟ علامة استفاهم وتعجب؟ هل بالتعاون مع مخابرات زي إنجلترا وأمريكا؟ وأمريكا قالت أنا مليش دعوة بالعملية لكن إسرائيل أخبرتني قبل تنفيذ العملية بده خائق وده برضو لأن أمريكا عايزة تحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط يعني حتى لو إسرائيل بلغتها لازم تقول الكلام ده أو ممكن يكون الرئاسة ما كانتش على علم لكن الـ CIA هل على علم ولا لأ علامات استفاهم وتعجب كبيرة هل أجهزة المخابرات المحيطة بلبنان زي في الأردن مثلاً وفي إيران وفي العراق وفي أي دولة مجاورة هل وتركيا ما كانوش على علم بهذه العملية يعني كانوا فين أو الموضوع مش هميمهم قوي يعني بعيد عنهم تماماً ولا كانوا عارفين حاجات ممكن تحصل ومش مقدرين لكن هقول حاجة زي ما الموساد يعتبر من ضمن أجهزة المخابرات العالمية ولو تصنيف برضو في بعض الأجهزة المخابرات في الدول العربية ومنها مصر وبنفتخر بيها إنها برضو بتوصل للمعلومة بطرق علمية وسليمة وجهاز شغال لصالح بلده ولصالح يعني مفهوم الوطن لكن شغال عايز أقول إن لما أمريكا قالت إن تم اختراق التصنيع في المصنع نفسه إن كانوا في المجر وراحوا للوكيل أو للوسيط وفي الآخر أنكرت لأنها بمجرد تليفونات زيها زي أي حد في الدنيا بيجيب من على أمازون أو من على أي ويب سايت للشركة المصنعة أو للشركة الموردة لكن هو في الآخر رأي الناس العسكريين اللي عملوا في المخابرات وطبعا المعلومات عملية سبرانية مخابراتية تستهدف قيادات حزب الله وقد وصفها أمين عام الحزب أنها مسبحة مسبحة البيجر يعني الضربة كانت موجعة جدا لحزب الله وحتى الصولان والجولان الحماسي في آخر خطبة ليه أو آخر خطاب موجه ليه للجنوب اللبناني أو للبنان عموما كان يعني فيه شيء من الانهزامية شوي كانت دينا عليه لكن قال أن إسرائيل هتتحاسب وإسرائيل هتدفع التمن وحتى النائب بتاعه لما طلعه وقال نفس الحكاية وإسرائيل طبعا بتاخد الفيديوهات دي وبتسوق بيها لأوروبا ولأمريكا وبتقول لهم الموضوع لسه زي ما هو فيه تهديد لإسرائيل فيعلن وزير الدفاع الأمريكي وتعلن وزارة الدفاع الإنجليزية أنه هم من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وهم مع إسرائيل والأساطير الممكن تتحرك لو إسرائيل حصل لها أزا كبير ها يعني هم يقولوا وإسرائيل تكسب واضح يعني تاخد الحاجات دي كلها زي ما كانت بتاخد الخطة بزعماء اللي حواليها وهنلقي إسرائيل بحران وبتاعه وتم تسليح جيش إسرائيل على أحدث مستوى وأعلى مستوى بحيث أنه يحارف في ثلاث جباهات مرة واحدة سواء كان في 67 أو في 73 المشكلة هنا بتتلخص في أن حزب الله هل هو حزب مقاوم لإيه وهل لبنان فيها عداوة مع إسرائيل ولا هي أرض استغلت من قبل أن يتزرع فيها بعض المهجرين الفلسطينيين لتكوين شبه مقاومة علشان يهددوا دولة إسرائيل من الشمال بتشجيع من الدولة العربية بتشجيع من النظم العربية طيب ده الفلسطينيين طيب هل حزب الله فلسطينيين ده دولة لبنانيين شيعة ومن إيران مش من الدولة العربية طيب إيه اللي أخبطة دي وإيران ما لها وما لإسرائيل إيران ما لها وما لإسرائيل يعني أعتقد أن قبل تسعة وسبعين وقبل الثورة المسمية بالثورة الإسلامية في إيران كانت إيران على علاقات وطيدة وفي سفارة وخنصلية لإيران في تل لبيب وكذلك إسرائيل في إيران ولو ترجع للتاريخ هتلاقي أن كان فيه علاقات بينهم وكان التجار الإيرانيين بيروحوا إسرائيل وفيه تبادل تجاري ما بين الإسرائيليين أو اليهود اللي موجودين في إسرائيل والشركات اللي موجودة في إيران وكانت إيران دولة مصنعة كلنا بتستورد منها أوتوبيس وسيارات وأيضاً اللي هي الحاجات التقيلة مش الأسلحة والاتجاه للنوع وكان جيش إيران جيش يعتبر من التعداد بتاعه على مستوى العالم كان العاشر لاثناشر المهم كان واخد رقمياً قبل الخمين هل الايدولوجي والتعليم حتى الشيعي هو كاره للآخر زي ما احنا بنشوفه يعني عندما تيجي تشوف تحليلات السياسة الإسرائيليين وهم بياخدوا الفيديوهات بتاعة هؤلاء الكارهين لإسرائيل ودولة إسرائيل واليهود وللآخر وإنه خلاص يعني حتى المدارس اللي موجودة في الضفة الغربية أو المدارس اللي موجودة في أجزاء كتير من المؤدلجة في العالم هي بيعلموا حتى الأطفال أنه هيئتي لليهودي وهيرمي اليهودي في البحر وهكذا يعني الفيديوهات دي موجودة على النت وموجودة لدى الدولة الإسرائيلية وموجودة لدى العالم موجودة في الأمم المتحدة وإسرائيل بتكسب بيها تسليح يفوق الوصف تكسب بيها دفاعات تفوق الوصف لأنها كسبت القوى العالمية في الدفاع حتى يعني بص حتى اللي ضد القوى العالمية مين بقى يقول لي روسيا والصين حتى روسيا والصين إسرائيل على علاقات وطيدة معهم ويه بتكسب طيب انت يا حزب الله انت عايز تسمي نفسك مقاومة ايه استراتيجيتك وايه هدافك استراتيجيته واهدافه زي استراتيجية حماس واهدافه واهداف حماس هو ايه دستوره عدم الاعتراف بدولة إسرائيل جميل حماسة جميلة وتحرير دولة فلسطين اوكي هل انت قادر على ده لا طب لما انت عملت ميليشيا هددت إسرائيل ولا هددت لبنان انت معمولة علشان تتزرع لهدم لبنان لبنان